السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات اليوم سأقدم لكم درس حول كيفية الكشف عن حساس عمود الكرانك بواسطة جهاز الوفو متر هذا هو حساس عمود الكرانك من نوع تحريضي يوجد به سلكان وهناك يوجد نوع اخر شبه موصل له ثلاثة مخارج سأريكم اياه في حصة مقبلة هذا النوع التحريضي به سلكان كما قلنا يحتوي على مغناطيس يحتوي على مغناطيس هذا النوع التحريضي يولد فولت عن طريق مغناطيس دائم يوجد داخل الحساس زائد ملف يوجد بداخله عندما يدور المسنن الموجود على بكرة عمود الكرانك فان اسنان المسنن تقطع خطوط الحقل المغناطيسي وبالتالي يتولد جهد متحرط اي متناوب داخل الحساس بهذا الشكل ولكيفية معرفة اذا كان يعمل ام لا سنقوم بالتجربة التالية المهم قبل التجريب هذا تجريب خارج يعني خارج السيارة لمعرفة اذا كان عمود الكرانك حساس عمود الكرانك يعمل ام لا بالسيارة فقط عند تشغيل السيارة نقوم بسحب سيك البوجيه ونقربه بهذا الشكل سنلاحظ شرارة اذا لاحظنا شرارة فهذا يعني ان عمود الكرانك اصلا سليم واذا لم نراحظ سرارة نفحص الاسلاك البوجيهات وما الى ذلك ثم ننتقل الى حساس عمود الكرانك لان حساس عمود الكرانك غالبا ما يفسد لا يفسد وانما هو تنقص به جهد التيار والكثير من الناس عندما يلاحظ تقطع في السيارة وما الى ذلك يذهب مباشرة الى اسلاك البوجيهات وفي حالات ضعيفة سنجده من حساس عمود الكرانك اللي هو الاخر يعمل هذه الحركة يقطع التيار الكهربائي عندما لا تصل خمسة فولت مباشرة الى الكمبيوتر لفحصه نقوم فقط بوضع المجسات نقوم بوضع الكومو على الفولت نضع المؤشر على عشرين فولت او مئتين فولت تيار متناوب اي متحرط ثم نقوم باشعال زهاز الاوفو متر نقوم بتوصيل الاسلاك ثم نقوم بتمرير نلاحظ نلاحظ لتكوين مجال مغناطيسي هنا نلاحظ ان الحساس يعمل بشكل جيد لكن اذا اردنا معرفة اذا كان يصل الى الخمسة فولت يجب ان يكون مركب على المسنن ونقوم بتشغيل السيارة ثم نعبر الى ان يصل الى وصل الى خمسة فولت فما اكثر معلومات كذلك في الوضع العادي للحساس يخرج تيار متردد خمسة فولت كيف يعمل طبقا للسيارة طبعا للسيارة كمبيوتر عند القيام بتشغيل السيارة في الطقة الثانية فان الكمبيوتر يعطي اوامر الى جميع حساسات السيارة ومن بينها حساس عمود الكرانك هذا الحساس وحساس عمود الكرانك بدوره يرجى الاشارة للكمبيوتر ويجب ان تكون خمسة فولت ولو كانت اقل فان المحرك سيصبح يعمل ارتجاج وعمود الكرانك وظيفته الثانية حساب عدد الفات المحرك عن طريق الارب ام الارب ام لمن يعرف الارب ام هذا الحساس هو الذي يعطي عدد ضوارات المحرك الصحيحة الى هنا نكون قد انتهينا من الدرس دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته